وزير الطيران المدني حسين طاهر سقومي أثناء استقباله لممثل البنك للتنمية لدول إفريقية المركزية لدى البلاد ويلفريد جومبي تباحث معهم حول طرق تعزيز سبل التعاون المسمر بين البلاد والبنك الإفريقي للتنمية وقد عرض الوزير الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لتطوير المطارات المدنية داخل البلاد خاصة مطار أمجرس وفياء ومندو هذا وقد أشار ممثل البنك الإفريقي للتنمية إلى هدف زيارته التي تندرج في إطار الإشراف على مشروع دعم المطارات والاحتمام الخاص بتنفيذ هذا المشروع وقد رحب الوزير بهذا اللقاء والتزام مؤسسته لتنفيذ المهمة التي تهدفه إلى مراقبة الخطة بشكل مستمر وقطاع النقل الجوي بشكل خاص لتحقيق أهداف التنمية ودعم مشروع رفع مستوى خدمات مطارات مندو وفياء لرجو وأمجرس وأن بنك التنمية لدول وسط أفريقيا سيتعم بحوالي 25 مليار فرنك إفريقي وهذا يعد تحديث للبنية التحتية للمطارات من أجل ضمان الانفتاح وتعزيز السياحة وإعادة إطلاق الاقتصاد الوطني عبر الثروة الحيوانية والزراعة ركيزتي الاقتصاد الوطني الجديد